حديثه الشهد كالأنسام يبعثها كأنه البذر يمحود الجدى ظلمي كأنه النور في إشعاع بيرقه يهذب الروح يعليها متى القممي يهذب الروح وريحان وتلزمها يروي طمائرنا بالخدر بسم الله الرحمن الرحيم إما الحمد لله نحمده ونسعينه ونسعفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهذه الله فلا مضل له وما يضل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك الطيب ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتنا ثقلا وبركة وخيرا وغنيمة إن شاء الله ونواصل ما كنا بصدده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان أثره على الفرد لا سيما عندما نتكلم عن بعض الأمور العقائدية مثل الإيمان بالغيب حيث تكلمت من قبل أن الغيب غيبان غيب نسبي أي تفاوت الناس في معرفته وغيب مطلق لا يعلمه إلا الله ثم ذكرت بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله هذه المفاتيح ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلمها الناس ولكي يتعلمها الناس لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله وتكلمت عن هذه الجملة وشرحتها وبينت المعاني الإيمانية المتعلقة بها ثم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم ما في غد إلا الله ثم نثلث بهذه الجملة المباركة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله المطر هو الغيب الماء الذي ينزل بأمر الله تعالى من السماء العرب قديما كانوا يعظمون المطر بل أحيانا يسمون المطر باسم السماء لأنه نازل من السماء من فوق يقول شائرهم إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا إذا نزل السماء أي إذا نزل المطر بأرض قوم بأي أرض رعيناه أي رعينا ما يخرج منه من العشب والنبت وإن كانوا غضابا هذا في سياق الفخر لا يهمون رضوا بوجودنا أم كرهوا وجودنا في كل الأحيان نحن نملي إرادتنا وننفذ ما نحب فنرعى هذه الأعشاب والمطر سماه ربنا عز وجل غيفا فالناس عندما يمسك المطر عنهم ما الذي يحدث إذا لم ينزل المطر ما الذي يحدث الذي يحدث أن الأرض تتشقق تتشقق رعينا ذلك في بعض البلاد في إفريقيا عندما لا ينزل المطر الأرض التي كانت خضراء بها الأشجار والنباتات وبها الحدائق والأزهار هذه الأرض يموت ما عليها ثم بعد ذلك تتشقق حتى إن كل شق يكون كالفلق العظيم سبحان الله ثم يتضرر كثير من الخلق بعدم نزول المطر فالبهائم تجف أضراعها ويبس حالها إلى أن تموت يصيبها الهزال وتموت وكذلك هذا الماء يشربه الإنسان فيحيى به ولهذا قد ربنا عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي المطر من الخطأ أن نفسر نزول المطر بالأمور الطبيعية وإذا أردنا أن نفسره بذلك فلنسند ذلك إلى الله عز وجل لا نقول بأن البخار يرتفع من سطح البحر ثم بعد ذلك يصعد إلى أعلى فيحدث هناك تكثيف ثم بعد ذلك ينزل المطر والريح تحمل المطر كي تنقله إلى هنا أو هناك هذا الكلام كلام يبتعد عن الإيمان الصحيح هذا تفسير مدي لنزول المطر ولكن من الذي أمر بالمطر أن يتحرك هنا أو أن ينزل هنا من الذي أمر بأن تتحرك الأبخرة وأن تصعد إلى فوق من الذي أمر الريحة أن تحمل حبات وذرات الماء كي تنتقل من مكان إلى آخر سبحان الله الحديث في شأن ذلك الرجل الذي كان يسير في الصحراء فسمع سحابة فوقه تحمل المطر اسمعوا إلى هذا الحديث وهذا الحديث هو حديث صحيح رجل يسير في الصحراء فسمع صوتا من سحابة غمامة فوقه تحمل المطر وإذا صوت يقول لهذه السحابة اذهبي إلى أرض فلان هو لا يعرف من ذلك رجل فصار الرجل خلف السحابة صارت السحابة وهو يسير خلفها حتى توقفت عند أرض رجل فإذا هو يضرب الأرض بمسحاته يضرب الأرض بفأسه ونزل المطر نزل المطر فسأل الرجل الذي تتبع السحابة سأل صاحب الأرض ما قصتك وما حالك ماذا كان حاله اسمعوا أيها الأحباب قصة طريفة جدا قال إذا زرعت الأرض فأمر الله تعالى بإخراج ما فيها من حب أو حصاد خسمته ثلاثة أقسام قسم لله وزعه في الفقراء والمساكين والمحتاجين وقسم أرده إلى الأرض وقسم يكون لي ولأهلي سبحان الله فلأجل أنه جعل حقا لله عز وجل في هذه الأرض المطر يتحرك يتحرك حتى يصيبه هو بأمر الله عز وجل من الأشياء العجيبة أنه في بعض البلاد منطقة في البلدة نفسها ينزل فيها المطر فإذا تحركت عدة شوارع تجد هذه المنطقة جافة تماما ليس بها قطرة مطر سبحان الله من الذي أمر أن ينزل المطر في هذا الجانب ولا ينزل في هذا الجانب يا ترى أهي حركة الريح ولو كانت من الذي أمر الريح أن تتحرك سبحان الملك ولذلك الغيب منه مسألة المطر نحن هل نعلم متى ينزل المطر هل لو رأينا غمامة قلنا بأن هذه الغمامة دلالة على نزول المطر نحن عندنا في مصر كم مرة نرى فيها مثل هذه الغمامات ونقول بأن المطر سينزل ولا ينزل المطر يأتي بعد ذلك الصف وكم مرة يكون قرص الشمس مستديرا والشمس تضرب جنابات الأرض وينزل المطر في وجود الشمس نرى ذلك الأمر إذا ليس هناك علاقة بين الغمامة والمطر نعم ربما يتكون هذه الغمامة دلالة على وجود المطر يدل على ذلك الحديث أن أنس رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد هلك العيال وضاع المال فاذغ الله أن يغيفنا ما الذي حدث رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسأل الله تعالى نزول المطر فما الذي حدث بعد ذلك وما الذي أصاب المسلمين بعد ذلك هذا ما سنعلمه إن شاء الله بعد الفاصل فتابعونا وجزاكم الله خيرا حديثه الشهد كالأنسام يبعثها كأنه البدر يمحود الجدى ظلمين